فرصة ذهبية تستطيع معها إطلاق العنان لأفكارك إنها مصابقة كأس العالم للريادة الأعمال التي تحظى باهتمام كبير في العالم أجمع وفي مصر كان دورها بارزا من خلال دعوة الملحقية الثقافية السعودية بمصر لأبنائها المبتعثين والمبتعثات للمشاركة في تلك المصابقة العالمية لمسنا النقلات الحضرية والقفاذات اللي بيعملها الشباب السعودي على مستوى المحلي والمستوى الخليجي والمستوى العالمي عن طريق إشراكه في المسابقات الدولية وحصوله على جوائز متقدمة جدا في المسابقات الدولية العالمية وبالتالي كان جزء لا يتجزى إنه دعوة الشباب إلى الاستثمار والدخول بتميز وانفراد في هذا المجال وتحظى مصر باهتمام عشرات الآلاف من الطلاب السعوديين الذين يقبلون على الدراسة في جامعتها المختلفة ويسعى عدد كبير منهم للالتحاق بتلك المسابقة التي تركز على تحفيز المبدعين والمبتكرين في خلق مشاريع حيوية من أهمها الترفيه والضيافة الرياضة والصحة الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعية المسابقة دي بتمثل بالنسبة للسعوديين بادرة أمل طيبة جدا في إنهم بيبقوا رواد أعمال في إنهم بيبقوا أصحاب مشروعات في إنهم بيبقوا مستقبلا رجال أعمال في إنهم بيطوروا من مهارتهم الشخصية أو مهارتهم التعليمية سواء يتلقونها داخل المملكة أو خارجها في إنهم عندهم طموح بيسعوا إلى تحقيقه وتعد كأس العالم للريادة الأعمال من أهم المبادرات الريادية في العالم وتقام تحت إشراف مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك الخيرية وتم تخصيصها لرواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لقناة الإخبارية محمد عبد الحكم القاهرة